وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة ووجه السيد الرئيس في هذا الإطار بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص وأكد رئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما شدد رئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة كما أكد السيد الرئيس أيضا على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبية وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ